مارسي كولر في اجتماعه مع لعبي النادي الاهل اللي احنا اتكلمنا عنه منذ لحظات تحدث عن بيراميدز بعد تحديده منافس للنادي الاهل في هذه البطولة وقال للعيبة ان احنا واجهنا بيراميدز منذ فترة قصيرة في نهاي الكاس وكان فيها المباراة كان فيها ندية كبيرة وقوية كولر كمان شايف ان المبارتين الاخيرتين لبيراميدز في بطولة الكونفرادية الافريقية امام فريق الجنوب افريقي ملوم جالانس كانوا مش معبرين عن اداء الفريق وممكن تكون مرحلة بس صعبة في هبوط المستوى لكن التشكيلة او قائمة بيراميدز هي قائمة قائمة بحد او بحسب ما يتحدث مارسي الكولر الى لعبي النادي الاهلي وقال لهم ان هما هيخشوا المباراة اللي هو بيراميدز يعني بدغوط اقل عشان هما ما كانتش البطولة في حسبانهم لو خسروا محدش هيلومهم عشان خاطر هما جايين ينكزوا موقف وبالتالي هيلعبوا بضغوط اقل وده ممكن يخليهم يظهروا بشكل افضل اشتركوا في القناة